اهلا بكم ياريت ابل ما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بيبدأ في المناف ومؤسسة سرية وبنعرف ان العلماء بيعملوا تاجرب غريبة على البشر في المؤسسة ديات بهدف انهم يحاولوهم لابطال خارقين وبعد سنين بنتعرف على مجموعة من المسؤولين العسكريين وبنشوفهم وهم بيعملوا اختبارات على روبوتات حربية علشان يتأكدوا من كفائتها لان هدف العلماء انهم يصنعوا جيوش من الروبوتات ويستبدلوها مكان البشر ولكن فجأة بيحصل خلل مفاجئ في الروبوتات لانهم بيبدأوا يضربوا نار على كل حاجة حواليهم لدرجة انهم بيخلصوا على المسؤولين وفجأة بيخرج الراجل شكل غريب من وسط الروبوتات وبيستخدم قووته الخارقة وبيقدر انه ويتحكم في الروبوتات وبياخدهم وبيمشي والخبر ده بيوصل لموسكو علشان كده قرروا يعملوا اجتماع اسكري طارق وبنتعرف على واحد من القادة اسمه الجنرال دالجوف وبيعترف قدام كل اللي موجودين بحقيقة اللي حصل من سنين وبيقول له من الراجل اللي ظهر وسط الروبوتات اسمه هوجست وبيقول له من سنة 1940 اللي اتحادث سوفيتي كان شغال على مشروع مهم في مؤسسة سوريا اسمها مؤسسة الوطني وان هدف المشروع الوطني ده انه هم يغيروا الجينات والتجارب دي اتعمرت على البشر والحيوانات وانه هوجست كان العالم المسؤول عن قسم التقنية في المشروع وكان شغال على تجربة خاصة به هدف انه يقدر يتحكم عن بعد في كل الروبوتات والآلات ولكن تجاربه كلها كانت بتفشل لدرجة انهما قفلوا القسم بتاعه ولكن المشكلة انهما عينوا بداله عالم اسمه فيكتور وكان عالم ناجح كدا في علم الورصة ووهجست كان بيكرهه وبيغير منه لانه عالم ناجح واسبت كفاته ووهجست كان عاوز يثبت ليهم انه هو ناجح اكتر منه وعلشان كده فهو سرق البحث فيكتور السري وبدأ من خلال اللحظ بتاعته انه يعمل تجارب جينية خطيرة على البشر ولكن التجارب ديت ما نجحيتش كالعادة ومش كده وبس ده كمان يتسبب فاتلي ناس كتير ملهاش زنب وبعد ما الحكومة عرفت باللي اوجست عمله قراره يوبضوا عليه ويعدموه ولكن قبل ما يوصلوا لأوجست اوجست دخل مطابر وقفل على نفسه وبعدها فجر قنبلة والغريب انه ما ماتش لان المواد الكيميائية اللي كانت في القنبلة غيرت من تركبته الجينية وحولته لبطل قراره وبعد فترة كمل في تجربته وقدر انه يتحكم في كل الروبوتات الحربية وايها من اختراع البشر زي العربيات وغيرها من الآلات وبالتالي فصعب على البشر انه ما يبضوا عليه بسبب قواته الجبارة وعلشان كده دالجوف قرر انه هم يدوروا على كل الابطال الخارقين للتجارب البيولوجية نجحة ويجمعوهم في فريق واحد علشان يساعدوهم في القبض على اوجست وفي نفس الوقت ده بيكون اوجست موجود في مستودع الجيش وبيسرق معدات كتير وواضح انه بيخطط لحاجة خطيرة وبعد كده بيروح لمقر مؤسسة الوطني وهناك دالجوف بيطلب من زابط اسمها يلينا ان هي تدور على كل الابطال الخارقين في خلال اسبوعين بس فيلينا بتبدأ توازع المهمات على فريقها وكل واحد فيهم بيبزل كل جهده علشان يحدده مواقع الابطال الخارقين اللي موجودين على الارض وبعد فترة بنروح لدولة ارمينيا وبنشوف راجل من الابطال الخارقين اسم مولير وقوته بتكون ان هو بيقدر يتحكم في الصخور وبعدها يلينا بتقرب منه وبتعرض عليه ان هو ينضم الفريقها لكنه بيرفض بحجة ان هي تستغله علشان مصلحتها وكان على وشك انه يسيبها ويمشي لحد ما يلينا بتعرفه ان هي تساعده ينتقم من اوجست وساعتها كليه بيوافق على عرضها وبيكرر ينضم لها وبعدها بنروح لدولة ياساخستان وبنشوف البطل الخارق خان وبيكون بمعركة شريسة جدا مع واحدة من العصابات لدرجة ان هو بيتحرك بسرعة مش طبعية وبيقسم عربية رئيس العصابة نصيا وحتى لما بيحاولوا اضربوا عليه نور مش بيقدروا لانه بيكون سريع جدا وبعد ما بيخلص المعركة بيلاقي يلير قدامه وبيعرض عليه ان هو ينضم الفريقه لانه ما ينتهمه من اوجست فوقتها خان بيقوله ان المهمة دية هتكون صعبة وممكن يفشلوا فيها ولكنه بيقول ان هو موافق برضه وبيروح معاه علشان يجمعوا باقي الفريق وبعد كام يوم بينشوف مجموعة من الجنود وسط غابات سايبيريا بيدخلوا كوخ مهاجور بس مرة بعدها بينشوف ان الجنود بطير برا الكوخ وبيظهر رهاجين ما بين البشر والانسان قدامهم وبيكمل ضرب فيهم لحد ما بيشوف قدامه خان ويلير فبيوقف ضرب فيهم وبيبدأوا يتكلموا معاه وبيعرفوه تفاصيل المهمة وكمان قيلنا بتكون معاهم وبتطلب منه بينضم للفريق وفي اللحزة دية الوحش بيرجع لهايئته الطبيعية وبنعرف ان اسمه وبيوافق على عرضهم وبعدها بنروح لسيرك في موسكو وبنشوف بنت اسمها سينيا بتقدم عرضه قدامه جمهور كبير وبنشوف انها بتتحول للون شفاف وده اللي بيخلى الجمهور كله يبقى منبهر من العرض اللي هي قدمته وبعدها بتروح سينيا لقضتها وفجأة بتشوف خان قدامها فبتيجم عليه وبيحصل ما بينهم اشتباك ولكن خان بيكون محترف جدا وبيقدر يصدق كل هجماتها وبعد شوية بيوقفه اخناق فوقتها خان بيطلب منها تركز وهي هتفتكره ولكن هي مش بتهتم بكلامه وبتستمر في الايتيال لحد ما فجأ لير بيظهر وراه وبيحاول ان هو يفكرها ان هم كانوا صحابه ولكن هي مش بتهتم برضه وبتيجم عليه هو كمان وفجأة رسوس بيجي قدامها وبيقول لها ان هم كلهم عارفينها وان هم صحاب من زمان وان هم عارفين الشخص اللي تسبب لها في فوقضان الذاكرة وبيطلب منها تنضم للفريق علشان ينتعموا منه سوا وفي الوقت ده بنشوف اوجست في المتابر السري وبيجهز جيش ضخمة وبنرجع للفريق مرة تانية بعد ما وصلوا للقاعدة وقتها سينيا بتقول لهم انها فقدت الذاكرة بقى لها مدة طويلة وانها راحت لها طباء كتير وكلهم اكدوا لها ان ذكرياتها هترجع لها بالتدريج وبتقول لهم انها لحظت ان كل جيلها كبر في السن ما عادة هي وعلشان كده فكانت لازم انها تتنقل من مدينة لمدينة كل شوية علشان ما حادش يشك فيها لان هي مش بتكبر في السن ويرسوس هنا بيتسألها عن مدراتها الخارقة فبتقول له انها بتقدر تخفي نفسها وكمان الحرارة والبرودة مش بيأسروا فيها وابتقدر تنحكم فيهم فالينها بتسألها لو هي موافقة تنضم للفريق فبتقول لها ان هي هتنضم ولكن علشان تحاول ترجع ذكرياتها مش علشان تنتيم من اوجست وفي الوقت ده ده الجوف بيدخل عليهم وبيعرفوا منهم ما يدروا يحددوا مكان اوجست فبيبدأ هنا الفريق يستعد بسرعة للمهمة وبعد شوية بيوصلوا للساحة خردة وحاصرة كلها بجيوش مسلحين فبيبدأوا يهجموا على الجيوش اللي هناك وبيقتلوا فيهم ولكن للأسف الجيش بيصيد خيام بحوانة مخدرة وبيحاصروا ارسوس وبيجمدوا سينيا وفي اللحظة دي كليه بيواجه اوجست لوحده وبيفضلوا ويضربوا بعض بشكل عنيف وبيكون اوجست اقوى منه بكتير وبيقدر يهزموا وبيوقعوا على الارض وبعدها بيروح اوجست للفريق بعد ما حباسهم في زنزانة وبيقول لهم انه هو عارف نقطة ضعف في كل واحد فيهم وعلشان كده محدش فيهم يقدر يهزمهم لانه هو اصلا اللي اديهم القوى الخارقة فارسوس هنا بيطلب منه يسيب سينيا تمشي وميزهاش لان هي اسم فقدة زاكرة ولكن اوجست بيكمل كلام ومش بيهتم بيه وبيعرفهم انه هم ممكن يبدأوا مع بعض صفحة جديدة ولكن ده في حالة انه هم يوافوا ينضموا الفريق علشان يسيطروا على العالم مع بعض ولكن طبعا خان اول واحد بيعترض وبيقول انه هو بيفضل الموت على انه ينضم الفريق فاوجست بيقولهم انه هو هيسيبهم يوم يفكروا في عرضه وبيسيبهم وبيروح يكمل اللي كان بيعمله وبعدها الاخبار كلها بتتكلم عن الدبابات والالات المنتشرة في الشوارع واللي دمرت المدن تماما وبيقولوا ان الشخص الورى كل اللي بيحصل ده مجهول وما حدش عارف هو بيخطط ليه بالظبط ولكن الغريب ان الالات رايحة ناحية العاصمة وطبعا حالات الهالة عزادت بين السكان بسبب ان اوجست دمر المدينة كلها والناس كلها خايفة تخرج برة بيتها وفي نفس الوقت يلينا بتوصل لمكان لير وبتلاقي فاقد الوعي تماما فبتاخده معي علشان تعالجه وفي نفس الوقت ده ده الجوف بيوصل عند اوجست وبيقوله ان ده ما كانش اتفاهم من الاول وان هو المفترض ان هو ما كانش يضمر المدينة بالشكل ده وبيقوله كمان ان هو المفروض يكون قد كلمته لانه وعد الجوف ان هو مش هيعمل كده وعلشان كده جاب له الجيوش فبيتعصب هنا عليه اوجست وبيرفعه من رابته وبيرميه على الارض بشكل عنيف وفي نفس الوقت ده العالم فيكتور بيروح يزور الينا في القاعدة وبتتفاجئ جدا ان هو لسه عايش فبيقوليها ان هو سمع عن اللي حصل وان هو جاي يساعده وبيقولها كمان ان هو عارف ما كان المعتبر السري بتاع اوجست وبيديها عنوانه علشان تروح توبض عليه وبيروح فيكتور للير وبيعالج لي اصابته وبعد شوية بتوصل الينا وفريها لمعتبر اوجست وبتخلص على كل الحراس وبعدها بتروح تحرر الفري من الزنزانة وبتعرفه من الجوف خانهم وعلشان كده هي قررت تكون المسؤولة عن المهمة بداله علشان يمنعه اوجست ان هو يضمر العالم ويخلص عليه وبعد شوية بيرجعوا للقاعدة وارسوس بيقولي الينا ان هو عايز يتكلم مع فيكتور ووقتها الينا بتحس ان ارسوس مخبي عليها حاجة فبتطلب منه ويعترف بكل حاجة مخبيها لانهم دلوقتي فريق واحد فبيقول لها ارسوس ان هو مؤخرا بيحس ان جزء الحيوان اللي جواه مسيطر عليه اكتر من الجزء البشري حتى لما بيرجع لهياته البشرية بيحس برضو ان مشاعره الانسانية بتختفي كل مرة اكتر من اللي قبلها وان هو خايف يفضل محبوس في الجزء ده وعلشان كده هو محتاج يستشير فيكتور في الحوار ده لانه هو الوحيد اللي يقدر يساعده فايلينها بتطلب منه ما يقلاش لان هي تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعده وفي نفس الوقت ده بيكون الدكتور فيكتور بيشتغل في الانطبع وفجأ اوجست بيدقل عليه بيقوله ان عده وقت طويل جدا من اخر مرة شفتك فيها وبيتهمه ان هو خير ولكن فيكتور بيدفع عن نفسه وبيعرفه ان هو عمره مخانه وان اهدافهم كانت طالفة من الاول وساعتها اوجست بيرد عليه بسخرية وبيقوله ان ده الوقت المناسب علشان هثبت للعالم نجاحي وبيودعه للمرة الاخيرة وقبل ما بيامشي بيشغل غزم معين وبيخنق بفيكتور اللي بيغمى عليه وفي الوقت ده بتعرف الينا ان اوجست بيحاول ليسيطر على كل الاقمر الصناعية اللي حوالين الارض علشان يقدر يسيطر على كل الالات اللي موجودة في العالم وبتعرف ان هو موجود في برج معين فبتبعت فورا طيارات حربية علشان يدمروا البرج ولكن لما الطيارات بتوصل هناك بيكتشفوا ان اوجست محاوط البرج بالكامل بمجال قوة واي حد بيحاول يترك المجال ده بيموت في ساعتها فبتكرر الينا تبعت فريق الابطال الخارقين وفعلا مما بيوصلوا عند مكان اوجست واول حاجة بيهجموا على كل الحراس بتوعه وبييتلوا فيهم بكل شجع وقوة بالرغم من ان عددهم بيكون كبير جدا وبتقدر الينا توصل لمطبر اوجست وبتلاقي فيكتور على الارض ولكنها بتلاقي لسعيش وبيقولها انهم ما يقدروا يخلصوا على اوجست فحلة واحدة بس واللي هي ان لازم الاربع ابطال الخارقين يدمجوا قوتهم كلها في قوة واحدة ولكنهم لازم يكونوا حذرين جدا علشان لو خطأ حصل اثناء عملية الدمج دي هيخلص اوجست عليهم هم الاربع وفي الوقت ده الاربع ابطال الخارقين بيوصلوا لمولد الطاقة اللي بيتحكم بالامار الصناعية وبتقدر سينيا انها تعطلوا وبعد شوية الاربع ابطال بيوصلوا عند اوجست وبيحاولوا يخلصوا عليه ولكنه بيضربهم بسهولة فبيضطروا ويغربوا كلهم وبيسيبوا اوجست الواحدة في المبنى فبتقابلهم الينا وبتقولوهم على خط الدمج للقوة اللي بيعملوها وفعلا بيدمروا المبنى وبيع من عالي اوجست وبيموت وبعدين وسائل الاخبار بتطم للمواطنين ان كل حاجة رجعت لطبعتها وبعد كم يوم بنشوف اينينا والاربع ابطال اللي بيتفرجوا على مدينة موسكو اللي بتكون بتتصلح من جديد وبيكونوا سعداء جدا بالانتصار ده وبتعرفهم الينا انها ممكن تحتاج لهم تاني فبيقولوا ليها انهم مستعدين في اي وقت